أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده على استعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن في الوقت المناسب وذكر راديو كندا أن ترودو كان يتحدث عن هذه القضية الشائكة في رده على سؤال للنائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد بعد قرار أو قرار الثلاث دول أوروبية وهي إسبانيا وإيرلندا والنرويج لاعتراف بدولة فلسطين وحتى الآن تعترف أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية